التهابات العين أي انفكشنز هي مشكلة شائعة في طيور الزينة ويعود السبب الرئيسي لحدوثها إلى قلة النظافة التهابات العين لدى طيور الزينة وطرق علاجها عندما يفرق الطائر من قاره أو وجهه بالأغصان أو مجسمات داخل القفص الملوثة تنتقل المايكروبات داخل العين وتسبب الالتهاب لذا من أهم طرق الوقاية هو تنظيف أقفاص الطيور والوازمها ومكان تربيتها بشكل دوري هناك أسباب أخرى تستطيع أن تسبب التهاب العين مثل نقص في فيتامين A والتعرض إلى الرياح الشديدة والغبار وازدحام وتزاحم عدد كبير من الطيور في مكان صغير من علامات الإصابة هي غلق العين المصابة في العادة بشكل غير كامل وسيلان الدموع وتورم أطراف العين وحمرار طبقة البيضاء للعين من إحدى أعراض التهاب العين هو انتفاخ الجفن تنويه أخي المربي لا تخلط بين تورم أو انتفاخ جفون العين بانتفاخ الوجه أو انتفاخ أسفل أو أعلى العين انتفاخ الوجه أو انتفاخ أسفل أو أعلى العين هذا سببه التهاب الجيوب الأنفية في البداية يجب نقل الطائر المصاب بالتهاب العين إلى مكان دافئ وتقديم له مضادا حيويا على هيئة مراهم أو قطرات وتطبيق الدواء على العين المصابة مرتين في اليوم أنواع التهابات العين أولا قرانية العين في بعض الحالات يعود سبب التهاب العين إلى دخول أجسام خارجية داخلها في حال وجود جسم عالق داخل العين ينصح باستخدام قطرة من المعاقم الملحي للعين والمعروف باسم ستيرلسالين وفي حال وجود التهاب وتورم يجب استخدام دهون أو قطرات المضاد الحيوي للبصريات ثانيا التهاب القرانية أو قرحة القرانية أو الطبقة الصفحية للعين وهي نقطة بيضاء تظهر على غشاء عين الطائر المصاب تعالج في العادة باستخدام قطرة المضاد الحيوي للعين أيضا ولكن إن لم يكن هناك تجاوب فالأمر يحتاج إلى تدخل لإجراء عملية جراحية من قبل الطبيب البيطري الفشل في علاج الحالة يؤدي إلى العمى وحتى خسارة العين ومن الممكن أيضا أن تظهر الطبقة البيضاء على عدسة العين وهي مشكلة بصرية شائعة في طيور الكناري تسمى اعتام عدسة العين من الأدوية البشرية المضادة لالتهاب العين والتي يمكن استخدامها على الطيور أيضا هو دواء مزيج من توبراميسين وديكسيميثاسون ومن أسمائه التجارية توبرادكس وهناك أنواع من المضادات الأخرى التي تفي بالغرض أيضا لكن الأجدر استشارة البيطري إذا تم رصد الإصابة في حالة مبكرة وشاهدت الأعراض إحمرار، انتفاخ، سيلان الدموع بدون أعراض للتقيح أو العفن الأفضل استخدام مجرد مضاد التهاب بدلا من المضاد الحيوي أما إذا كانت الإصابة في مرحلة متقدمة مع وجود تقيح أو عفن أو لم يتجاوب مضاد الالتهاب للحالة نستخدم حينئذ المضاد الحيوي الأجدر أخذ الطائر المصاب إلى الطبيب البيطري لتشخيص الحالة أو إعطاء العلاج والدواء المناسبين لأن بعض الحالات تتطلب وصف مضاد حيوي قوي خاصة عند إصابة عدسة عين الطائر أو قرانية العين شكرا لحسن المتابعة ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو لتعوم الفائدة وأخيرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد شكرا للمشاهدة